موسيقى أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب والنهاردة هنبدأ دراستنا في سفر جديد من أصفار العهد الجديد احنا تكلمنا المرات اللي فاتت أو الأسبوع اللي فاتت عن حقيقة مهمة جدا وهي حقيقة موت المسيح وقيامته كلمنا عن الأدلة اللي بتؤكد موته والأدلة أيضا التي تؤكد قيامته ونرجع مرة تاني إلى أصفار الكتاب المعدس وإلى أصفار العهد الجديد وكنا من حيث الدراسة في أصفار العهد الجديد كنا خلصنا الأربع أنجيل وبعدين تكلمنا عن أعمال الرسل وخدنا كمان رسالة روميا المرة دي هنبدأ دراستنا في رسالة بوليس الرسول الأولى إلى أهل كورونثوس ونحن عارفين أنه عندنا رسالتين كتبهم الرسول بوليس إلى أهل كورونثوس الرسالة الأولى والرسالة الثانية هنحاول بقدر الإمكان أن نغطي بعض الأمور الهمة ونحن ندرس رسالة كورونثوس وعش كده يعني أنا من كل قلبي فعلا بشجعك عزيز المشاهد أنه لو كان عندك أي أسئلة بخصوص الحلقات السابقة أو عندك أي أسئلة مرتبطة بصفر من أصفار كتاب المعدس اللي احنا غطيناها وتكلمنا عنها من فضلك اكتب لينا أو تواصل معنا وكل معلومات موجودة على الشاشة بتظهر وكمان موجودة على النت لكن احنا نحب أن احنا نتواصل مع أسئلاتكم ومع أيضا اقتراحاتكم اللي فعلا بناخدها يعني موضع الجد والمرتبطة ببرنامج عبر الكتاب هنكمل نبدأ مع بعض رسالة بوليس الرسول الأولى إلى أهل كورونثوس وأول حاجة حابب أن أتكلم عنها النهاردة هي مدينة كورونثوس دايما بنعرف أنه علشان الواحد يقدر يفهم رسالة أو صفر من الأصفار لابد جزء مهم جدا أن احنا ندرس الخلفية التاريخية والخلفية التاريخية للصفر بتتكلم كتير عن لازم أعرف المدينة يعني مثلا درسنا عن روميا درسنا عن مدينة روميا درسنا عن أهمية هذه المدينة عن الثقافات اللي كانت موجودة فيها عن ظروف نشأة الكنيسة عن المؤمنين الأوائل اللي كتب ليهم الرسول بوليس إلى آخر هذه الحقائق عن الموضوعات الأساسية اللي أيضا اجتملت عليها رسالة روميا هنا لما نيجي إلى رسالة كورونثوس من الأمور المهمة جدا أن نعرف عن مدينة كورونثوس لأن المؤمنين كانوا عايشين في هذه المدينة وبالتالي كانت التحديات اللي بيوجهوها هي تحديات حقيقية تاريخية نقدر نعرفها ونقدر ناخد معلومات عنها من خلال دراستنا لمدينة كورونثوس مدينة كورونثوس في الخريطة اللي قدام حضراتكم هي بتقع يعني لو كتبتها بالعربي هنا على الخريطة هي بتقع في تبع مقاطعة هي مقاطعة أخائية وهي مدينة من المدن المشهورة جدا اللي كانت مشهورة كمركز تجاري وكمركز ثقافي وكمركز أيضا ديني للعبادات الوثنية ناخد بعض المعلومات عن مدينة كورونثوس وده مازال موجود بعض الأثار للمعابد اللي كانت موجودة في مدينة كورونثوس القديمة واللي كانت تعتبر هياكل لها وثنية كان يتعبد لها أهل كورونثوس وكمان الزائرين إلى مدينة كورونثوس تعتبر مدينة كورونثوس واحدة من أهم المدن اليونانية القديمة هي طبعا بتقع تبع الحيز الدولة اليونانية لكنها بتخضع تحت الحكومة الرومانية اللي هي محتلة في ذلك الوقت للعالم كله كانت عاصمة للمقاطعة الرومانية أخائية وتقع على أهم طريق للإمبراطورية الرومانية من الشرق للغرب كانت بتربط ما بين الشرق وما بين الغرب فكل المسافرين من البحر إلى روما كانوا بيعدوا على مدينة كورنثوس عشان كده كانت تعتبر أيضا مركز تجاري مهم جدا الحقيقة اللي بعد كده بتعتبر أنه من حيث عدد السكان تعتبر مدينة كورنثوس من حيث السكان رقم أربعة من حيث تعداد السكان والترتيب للإمبراطورية الرومانية العظيمة للمدن الرومانية العظيمة القديمة كمان مدينة كورنثوس كانت مركز للتجارة والثقافة وكذلك للفساد الأخلاقي يعني المدينة كانت مشهورة أنها مركز ثقافي ومركز تجاري ومركز أيضا للكل الإنحلال الأخلاقي وعبادة الأوثان والأمور اللا أخلاقية اللي كانت موجودة في العالم القديم كانت مركزها يعتبر أنه مركزها هو مدينة كورنثوس شكده لو يعني في جزء في كلمة ربنا بولس الرسول وهو بيتكلم عن المؤمنين بيقول لهم أنه يعني أنه أنتوا جيتوا من خلفيات كانت صعبة جدا فيقول لهم في أصحاح ستة أنهار الجزء دوا لحضراتكم في أصحاح ستة ابتداء من عدد تسعة يقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا لا زناه ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مؤابون ولا مضاجعون ذكور ولا سارقون ولا تماعون ولا سكيرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله الغريبة بقى أن كل هذه الأوصاف يقول بعدها رسول بولس إيه وهكذا كان أناس منكم يعني أنتم قبل ما تيجوا للإيمان كان البعض فيكم عايش في الزنا والبعض فيكم بيعبد الأوثان والبعض فيكم أيضا شواز جنسيا والبعض فيكم سكرون والبعض فيكم كانوا طمعون وكانوا أيضا صارقون لكن لما أتيتم إلى الإيمان المسيحي وهكذا كان أناس منكم لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا وده بيقول لنا قد قوة إنجيل يسوع المسيح إنجيل يسوع المسيح اللي بيغير الإنسان وبيحولوا من إنسان في هذه التصرفات والأمور والخطايا اللي كان عايش فيها إلا أنه يجعلوا إنسان مقدس بيعيش في بر وفي قداسة وفي طاعة للرب وده قوة رسالة الإنجيل أحبائي فعلا لا يوجد أبدا شخص يستطيع أن يغير حياة الإنسان رأسا على عقب وينقل الإنسان من الخطيئة للبر ومن الموت للحياة إلا شخص يسوع المسيح والخبر الصار الذي لنا في يسوع المسيح وهو إنجيل يسوع المسيح نفسه طيب إيه اللي نعرفه تاني عن مدينة كورونسوس وأنا أقول بعض الحقائق الأخرى عن مدينة كورونسوس إنها كانت مثالا للذنع حتى صار تعبير عيش كورنثيا يعني عيش فاسدا يعني لما أحد يقول الثاني عيش زي أهل كورونسوس بمعناه إنه عيش منحل الأخلاق وعيش فاسدا وافعل كل ما تريده واجري وراء شهواتك ووراء أيضا رغباتك الشخصية حتى إنه المدينة كانت تشتهر لما حد يقول فتاة كورنثية يعني فتاة زنية فالمدينة اشتهرت بالفساد المدينة اشتهرت بالزنة كانت المدينة أيضا تعتبر المقر الرئيسي لعبادة فينوس كما كانت مملوء آلهة مصرية قديمة وآلهة يونانية وآلهة رومانية كان فيها كل الألهة الوثنية عشان كده رسول بوريس يقول لهم ايه؟ يقول لهم إنه كان البعض فيكم عبادة أوثان والبعض فيكم كانوا فاسقون والبعض فيكم أيضا كانوا زنات إنه عاشوا الحياة القديمة وعاشوا في الخطيئة لكن شكرا لله لأن رسالة الخلاص في المسيح يسوع يسوع استطاع أن يحرر هؤلاء وأن يجعل منهم مؤمنين أبرار أطقياء قديسين كمان الشيء الآخر بنعرفه عن المدينة إن المدينة كان بها هيكل للإله الشهوى والعشب وكذلك هيكل إفروديت إله الحب كانت هذه الهياكل مملوئة من الذواني والراقصات الذين تخصصوا للتقوس الوثنية كان في إحدى الهياكل أكثر من ألف زانية مخصصين فقط لعبادة الأوثان ولممارسة الفحشاء كجزء من عبادة الأوثان يعني الحقل اللي ربنا بعت فيه رسول بوليس إنه يخدم كان حقل صعب جدا كان حقل مليان شرور وآثام وعبادة أوثان وإنحلال أخلاقي وكل ما تتخيله من شرور ومن آثام وفجور كان موجود في مدينة كورونسوس لكن بالرغم من كل هذا إلا إن الرب كان له شعب في مدينة كورونسوس وعاش الرسول بوليس وقت في مدينة كورونسوس كارزا ومبشرا بيسوع المسيح وستطاعت رسالة المسيح أن تغير الكاثرين وأن تنقلهم من الموت إلى الحياة ده باختصار شديد جدا بعض المعلومات اللي تقدر تساعدنا عشان لما نيجي نقرأ عن كنيسة كورونسوس وعن الظروف اللي كانت في كنيسة كورونسوس نبقى عارفين الخليفية التاريخية للمدينة وبعض المعلومات اللي نشأت فيها الكنيسة والظروف اللي نشأت فيها الكنيسة اللي كانت موجودة في كورونسوس المدينة طيب الكاتب طبعا يعني إحنا ما عندناش شك أبدا أنه الكاتب هو رسول بوليس عشان كده بتبدأ الرسالة بيقول لنا إيه في أصحاح واحد ومن عدد واحد بوليس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله كويس وسستانيس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورونتوس المقدسين في المسيح يسوع لكن بالرغم من الأدلة الكتيرة اللي فيها بنجد أن رسول بوليس هو الكاتب من أول رسالة بنجد أدلة على أن رسول بوليس هو الكاتب إلا أنه بيجي بعض المشككين وبيشككوا فيه أن الرسول بوليس هو كاتب هذه الرسالة علشان كده أنقول بعض الأدلة الأخرى التي تساعدنا كدارسين لكلمة الله أن نكون عندنا الجواب لكل من يسألنا عن الكاتب وعن رسالة كورونتوس من المؤكد زي ما قلت أنه الكاتب الرسالة هو الرسول بوليس وهو كاتب الرسالة الأولى وكاتب الرسالة الثانية إلى أهل كورونتوس طيب الأدلة عندنا أدلة بنسميها دايما لما بنيجي ندرس أي صفر فيه هناك من الأدلة نوعين من الأدلة فيه أدلة داخلية بنستقاها من الصفر نفسه يعني لما بندرس الصفر نفسه بنعرف فيه عبارات فيه كلمات فيه إشارات بتدل على الكاتب وديه بنسميها أدلة داخلية وفيه أيضا أدلة خارجية زي اللي احنا شايفينها على الشاشة دي دي بتقولنا أنه فيه ناس كانوا قريبين جدا من الوقت اللي كانت فيه الرسالة مكتوبة وأباء الكنيسة شاهدوا أيضا على أنه الكاتب هو الرسول بوليس فمثلا شهادة أباء الكنيسة وعلى رأسهم كليمنت الروماني وسنة 95 وهو قال أنه رسول بوليس كتب الرسالة الأولى إلى أهل كورونتوس وكانت تعتبر من أول الرسائل التي كتبت كذلك شهادة بوليكارب وجاستن مارتن ويريناوس وكليمنت الأسكندراني وترتليان وغيرهم وغيرهم من أباء الكنيسة الذين شاهدوا على أن بوليس الرسول هو كاتب رسالة كورونتوس الأولى لكن كمان زي ما قلت في أدلة داخلية أن الرسالة بتحمل بصمات وأسلوب رسول بوليس وبالأخص كمان في الجزء اللي احنا أريناه في المقدمة لما رسول بوليس يقول بوليس المدعو رسول ليسوع المسيح بمشيئة الله إلى كنيسة الله التي في كورونتوس فهو الكاتب إلى كورونتوس كمان عبارات ومفاهيم لهوتية بيمتاز بيها أو نقدر نقول أنها جزء من أسلوب الرسول بوليس وكذلك الأحداث التاريخية اللي ذكرت في سفر الأعمال بتدائن من عدد من أصحاح 18 وعن زيارة الرسول بوليس ورحلته التبشرية الثالثة اللي فيها كتب رسالته إلى أهل كورونتوس لما كان في أفاسوس إلى آخر ودفاع بوليس الرسول عن نفسه وعن الإنجيل كلها أدلة بتؤكد لي أنا كقارئ أن بوليس الرسول هو كاتب رسالة كورونتوس الأولى وأيضا كورونتوس الثانية طيب ناجي إلى سؤال آخر ومهم جدا إزاي وصلت الرسالة إلى كورونتوس؟ يعني إحنا عارفين أنه كورونتوس دي مدينة وطنية وأنه الكنيسة بدأت خدمتها من أرشليم ثم السامرية ثم بدأت تنتشر إلى أقصى الأرض لكن كيف وصلت رسالة المسيح التي غيرت كثيرين وجعلت من أناس كانوا زواني وكانوا فاسقون وكانوا أيضا عبدة أوسان غيرت حياتهم وحررتهم وعطتهم حياة ونقلتهم من الموت إلى الحياة فعلا رسالة المسيح المحررة التي تستطيع أن تحرر وما زال المسيح إلى يومنا هذا يحرر وسيحرر كل الذين يقبلون إليه لأنه مكتوب إن حرركم الإب فبالحقيقة تصيرون أحرار لكن إزاي وصلت رسالة المسيح إلى كورونتوس إلى مدينة كورونتوس أقول بعض الحقائق ابتداء من أعمال الرسل لما نرجع إلى سفر أعمال الرسل ونبدأ نقرأ من أصحاح 18 من أعمال الرسل بنجد أن بولس الرسول هنا في مدينة كورونتوس وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورونتوس فوجد يهوديا اسمه أكلة بنتي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته لأن كولوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا فجاء إليها وإلى آخر فالرسول بولس هنا بيقول أنه كلمة ربنا في أعمال 18 بيقول أن الرسول بولس ترك أثينا ووصل إلى مدينة كورونتوس وهناك أيضا انضم إليه أكلة وبريسكيلا ده أول إشارة إلى خدمة الرسول بولس في مدينة كورونتوس وصول الإنجيل على يد الرسول بولس إلى مدينة كورونتوس في رحلته التبشيرية الثانية انضم إليه زي ما قلناه برضو تيموتاوس وسيلة بعدما عاد من مكدونيا وبنقرأ أيضا نفس الكلمات دي موجودة أو نفس الحقائق دي موجودة في أصحاح 18 من سفر الأعمال وبعدين نقرأ أيضا عن أكلة وبريسكيلا إزاي انضموا إلى الرسول بولس في كورونتوس والرسول بولس أحبائي أضى 18 شهر في مدينة كورونتوس يعني الرسول بولس أضى سنة ونص كاملة كارزا بالإنجيل في مدينة كورونتوس كان يكرز بالإنجيل كان يوصل رسالة المسيح للمحتاجين إلى سماع هذه الرسالة ونتيجة لخدمة رسول بولس والاستخدام الرب له في مدينة كورونتوس هو وتيموتاوس وسيلة استطاع الرب أن ينشئ كنيسة جماعة من المؤمنين الذين تغيرت حياتهم وانتقلوا من الموت إلى الحياة وتركوا الأوثان وبدأوا يعبدوا الرب يسوع الإله الحقيقي ده بداية نشأة الكنيسة وعش كده بنقول أنه حتى بولس الرسول وهو في مدينة كورونتوس كتب رسالتين هي رسالة تسالونيكي الأولى ورسالة تسالونيكي التانية وهو موجود في السنة ونص اللي أضعهم في مدينة كورونتوس الحقيقة الأخرى بولس الرسول ترك كورونتوس كويس وجاء إليها أبولوس واستقبلته الكنيسة استقبالا عظيما جدا يعني عمال الرسول أصحح 18 وعدد 24 ثم أقبل إلى فيلوب أفاسوس يهودي اسمه أبولوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب كان هذا خبيرا في طريق الرب وهو أيضا حارا بالروح يتكلم ويعلم بتطقيق ما يختص بالرب عارفا مع مدية يحنى إلى آخر هذا الجزء وبعدين يقول الكتاب إيه وبينما كان بولس في أفاسوس كان الرسول بولس موجود في أفاسوس ده لا بقى في رحلته هو ترك كورونتوس وفي رحلته الثالثة في رحلته الثالثة كان في مدينة أفاسوس وهو في مدينة أفاسوس جم بعض الإخوة من كنيسة كورونتوس يزوره رسول بولس لأنه الرسول بولس يعتبر هو الذي يعني كان الرسول اللي ربنا استخدمه أو الرب استخدمه علشان يؤسس كنيسة كورونتوس ولما ترك كريسة كورونتوس وراح في رحلته الثالثة بقى إلى مدينة أفاسوس وهو في أفاسوس موجود هناك الإخوة من كورونسوس سمعوا أنه موجود في أفاسوس ففي اتنين أو مجموعتين من الناس راحوا لبوليس الرسول وهو في أفاسوس المجموعة الأولى بعض الإخوة من بيت خلوي وده كان يعني بيت أخت من الأخوات المعروفين جدا في مدينة كورونسوس وكانت أيضا من الخادمات للرب في الكنيسة هؤلاء الإخوة اللي من بيتها راحوا يزوروا الرسول بوليس ولما راحوا يزوروا الرسول بوليس سألهم الرسول بوليس عن أخبار الكنيسة لأنه دي يعني زي ما يكون دي كنسته اللي أنشأها فقالوا له أنه في الكنيسة في بعض المشاكل هناك بعض الانقسامات هناك بعض الصراعات هناك بعض الأمور اللي بيصنعها الإخوة التي لا تتماشى ولا تتوافق معه فكرة الله ومع الكلمة المقدسة وفي نفس الوقت الكنيسة رسميا بعتت للرسول بوليس مندوبين يعني بعتت له مندوبين من الكنيسة يقولوله ان احنا عندنا بعض الاسئلة العقائدية والكنسية المحتاجين الى اجابة واضحة منك بخصوص يبقى احنا عندنا المجموعتين دول المجموعة الاولى راح تقالت له انه فيه اخبار مش كويسة فيه انقسام في الكنيسة موجود فيه صراعات في الكنيسة فيه بعض التصرفات وبعض الاعمال التي تحتاج الى التوضيح والتي تحتاج الى ايضا رسالة منك والاخوة الاخرين اللي هم المندوبين عن الكنيسة يقولوا احنا مرجعيتنا اللاهوتية هو انت كرسول للرب يسوع المسيح فعندنا بعض الاسئلة العقائدية اللي محتاجين ان انت تجاوب عليها وتوضحها لنا فرسول بوليس جمع هذه الامور مع بعض وكتب بالروح القدس رسالته الاولى لكي ما يواجه الامور والانقسامات في الكنيسة ولكي ما يرد ايضا عن الاسئلة العقائدية اللي سأل عنها شعب الكنيسة واللي بعد بيها مندوبين لرسول بوليس ده باختصار يعني توضيح للاسباب حتى للمناسبة اللي فيها الروح القدس استخدم رسول بوليس لكي ما يكتب رسالة كورونسوس الاولى ننقل الى امر اخر وهو ان رسول بوليس كتب رسالته الاولى وبعت هذه الرسالة مع تلميذه تيمو ثاوس الى اهل كورونسوس طيب نيجي الى التاريخ وزمان الكتابة واحنا كلمنا عن زمان الكتابة وهو الفترة اللي كان موجود فيها الرسول بوليس في رحلته الثالثة وهو موجود في مدينة افاسوس طيب امتى بقت كتبت الرسالة اغلب الظن وده بيتطفق معظم العلماء على ان الكورونسوس الاولى كتبت سنة 54 ميلادية بينما كان الرسول بوليس في مدينة افاسوس اثناء رحلته التبشرية الثالثة يبقى رسول بوليس كتب رسالته الى اهل كورونسوس كتبها وهو موجود في مدينة افاسوس اثناء رحلته التبشرية الثالثة سنة 54 ميلادية طيب نيجي الى سؤال مهم يبقى كلمنا عن مضمون كلمنا عن مدينة كورونسوس كلمنا عن نشأة الكنيسة في مدينة كورونسوس وعن الظروف اللي تم فيها خدمة الرسول بوليس والزمن اللي قضاء بوليس الرسول واللي خلى كمان بوليس الرسول يكتب بالروح الكدس رسالة كورونسوس الاولى على الفكرة المعلومات دي تساعدنا جدا لما نيجي ندرس الرسالة ليه؟ لانه في امور كتيرة نحتاج نعرف زي ما قلت الخلفية التاريخية ليه الرسول بوليس بيكتب عن هذا الامر ليه الرسول بوليس بيكتب عن الامور الروحية او المواهب الروحية لرسول بيكتب عن الانشاقات والامر لانه فيه معلومات وكانت دي حالة الكنيسة فمعرفتنا للخلفية التاريخية بيفتح ابواب معرفة لينا وبيدينا استنارة واحنا بنقرأ الكلمة نبقى عارفين ايه المقصود بالكلام اللي احنا بنقرأه في هذه الرسالة مضمون الرسالة احاول الاخص مضمون الرسالة في الرسمة الواضحة على الشاشة ودي يعني مهمة جدا لانه دي بتقول لنا انه كنيسة كورونسوس كان فيها مشاكل يعني الكنيسة كان فيها مشاكل هذه المشاكل هي اللي جعل الروح القدس انه يضع على قلب الرسول بوليس انه يكتب لكي ما يعالج هذه المشاكل وايضا يجاوب على الاسئلة اللي سألها المؤمنين بخصوص امور كثيرة في كنيسة كورونسوس نركز مرة تانية مشاكل الكنيسة كان فيه خمس امور اساسيين بيتعالجهم الرسول بوليس مع كنيسة كورونسوس اول مشكلة وهي اللي فوق دي نمرة واحد اسميها التحذب والانشقاق هناك في الكنيسة كان انشقاق وكان تحذب يعني هنتكلم عنها بالتفصيل لكن البعض كان بيقول انا لبوليس والبعض انا لابوليس والبعض انا لصفا والبعض انا المسيح يعني عندنا مش بس يعني جروب والاثنين كان عندنا اكتر من جروب موجودين في الكنيسة المشكلة التانية هي عدم التحرر من العادات والتقاليد التي تعودوا عليها يعني فيه ناس جاية من الوثنية للأسف الكتير ما كانوا يفعلونه من امور دنيوية يعني مثلا كانوا ياخذوا بعض للمحاكم الدنيوية لما كانوا بياخذوا الاخوة في المحاكم برا كانوا يعني الرسول بيقولهم ما يصحش ليه لان احنا صرنا عيلة واحدة وما ينفعش ان احنا ناخد بعض في محاكم خارجية كان هناك كان فيه كبرياء كان فيه كبرياء وبالاخص كان فيه الكبرياء ارتبط باستخدامهم من المواهب كان البعض اللي عنده موهبة غير الاخرى كان بيتكبر بيها على الاخر اساءة استخدام المواهب الروحية وكمان كان فيه سلوكيات غير اخلاقية موجودة في الكنيسة الرسول بوليس كان بيعالجها احباي زي ما يكون فيه الكنيسة كانت كنيسة زي ما يكون فيه طفل ولد هذا الطفل محتاج انه ينمو هذا الطفل محتاج انه يكبر في الايمان هذا الطفل محتاج انه يتعلم ازاي يواجه التحديات وازاي انه يتصرف بحسب كلمة الله مش بحسب ما تعوده من قبل من امور دنيوية الى اخر هذه الامور فرسالة بوليس الرسول كتبت لكي ما تعالج هذه المشاكل ومسالة هذه المشاكل الى يومنا هذا موجودة للأسف في كنائسنا هناك اساءة لاستخدام المواهب الروحية هناك ايضا في بعض المناسبات بيوجد خلافات وانشققات وتحذبات هذه الخلافات والانشققات والتحذبات من بعها هو الكبرياء اللي عند الانسان كمان بتوجد امور سلوكيات تحتاج الى التقويم والتوضيح وعشان كده مهم جدا لنا ان احنا ندرس رسالة كورونسوس الاولى لان الرب بيكلمنا ومازال يكلمنا وهيكلمنا من خلالها الى مجيء شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح عزيز المشاهد اتمنى انه هذا المقدمة السريعة تكون على الاقل بتساعدنا في فهم رسالة كورونسوس الاولى وتعطينا ادراكا ان احنا لما نيجي لهذه الرسالة نقدر نكون بنفهمها ونقدر ايضا نكون بنطبقها في حياتنا والى ان نلتقي في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة